بعث الله تبارك وتعالى نوح إلى قومه كما ذكرنا في الحلقة السابقة وأرسل إلى قوم يقال لهم بني راسب فتعالوا بنا نعرف إيه اللي جرى طبعا أخذ نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام سر وجهرا وأخذ يدعو 950 سنة 950 سنة يدعو الناس دا مش عمره واشتكى إلى الله تبارك وتعالى كما هو مذكور في سورة نوح وبعد كده أمره الله أن يزرع شجر فزرعه وانتظر عليه 40 سنة ثم أمره أن يقطع الأخشاب ويصنع السفينة فكان قومه بيصخروا منه لأنه بيصنع سفينة في وسط السحرة فلم يأبه نوح عليه السلام بكلامهم وأكمل في صنع السفينة وقال الحسن البصري أنها 600 زراعة في 300 زراعة وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنها 1200 زراعة في عرض 600 زراعة وقيل أنها كانت ثلاثة توابق الدور السفلي للدواب والدور الأوسط للناس والدور الأعلى للطيور ومره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين من الحيوانات والطيور وأن يركب معه كل من آمن به فقال له الله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون اختلف العلماء في مكان التنور ده فحق الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة هود فقال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزيه يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين إلى آخر الآيات طبعا إحنا عارفين قصة ابنه اللي غرق مع الكفار اسمه يام وعند أهل الكتاب اسمه كنعان طيب في سؤال هنا هو مش نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة حصل وربنا استجاب لدعاءه حصل طيب مش إبليس ده من الكفار أيوة طيب مغرقش معهم ليه ها أقول له كم يروا ابن عباس ودد له عنهما إن أول ما دخل من الطيور البغبغاء وآخر ما دخل من الحيوانات الحمار رح جاء إبليس يتعلق بزير الحمار بعدما أمر ربي صحنا وتعالى السماء أن تقلى عن المطر والأرض أن تشرب ماءها قبطت السفينة على جبل الجودي وهو في العراق تعالوا بقى نذكر حاجات من أخبار نوح عليه السلام كان نوح عليه السلام كثير الحمد والشكر لله فقال الله تبارك وتعالى عنه إنه كان عبدا شكورا وصى ولده وطبعا أنتوا عارفين أنه كان عنده ثلاثة أبناء غير الغرق سام وحام ويافث واحد أبو العرب وواحد أبو العجم وواحد أبو الأحباش قال نوح لابنه عندما حضرته الوفاة إني قاص عليك الوصية أمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أمن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة فضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده إن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر انتقل نوح عليه السلام إلى الرفيق الأعلى أو الرسول على الأرض وأول نبي من أولي العزم من الرسل وعاشت الأرض في سلام وعاش الناس يعبدون الله تبارك وتعالى ليه ده إبليس بقى؟ لا طبعا وتبدأ صراعات بين إبليس وبنه آدم من جديد وقوم جديد ونبي جديد من هم النبي ده؟ ومن القوم دول؟ تلا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته